أعلنت شركة طيران الاتحاد الإماراتية أن إدارة الأمن القومي الأمريكية رفعت الحضر عن الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات الشركة بين أبوظبي والولايات المتحدة وعضحت الشركة أن القرار يسري بأثر فوري حيث يسمح للمسافرين إلى الولايات المتحدة باستحاب كافة أجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة ومعنا في الستوديو نائب الرئيس لشؤون الشركة في مجموعة الاتحاد للطيران أمينة طاهر أهلا بك سيدة أمينة معنا في سكاينيوز عربية بداية ما هي الإجراءات التي قامت بها شركة الاتحاد للطيران لإلغاء هذا الحضر السلام عليكم ورحمة الله في البداية حبيت أشكر شركة سكاينيوز ريبيا على استضافتنا اليوم طبعا يعد هذا إنجاز مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي ومطار أبوظبي وشركة الاتحاد للطيران نحن اليوم نشوف هذا الخبر رفع حضر الأجهزة الإلكترونية في متن طائرات الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي يعد أول دولة في العالم من بين 180 شركة طيران ومئتين وثمانين مطارات عالمية تعطي هذه الإحفاء لأبوظبي فهذا إنجاز شيء كبير جدا للدولة وطبعا هذا ما كان بيكون إلا مع جهود دولة الإمارات والوزارة الخارجية لدولة الإمارات مع أمريكا طبعا نعد الشكر على سفير دولة الإمارات يوسف العتيبة لواشنطن وأيضا دعم الحكومة الأمريكية ووزارة الأمن الأمريكية وعلى دعمهم المستمر معنا وعفاء شركة الطيران ما هي النتائج المترتبة على إلغاء الأجهزة الإلكترونية على متن الطيران الاتحاد طبعا هاي نتائج إيجابية أول شيء تخلي دولة الإمارات وتعزز مكانة أبوظبي في عالم الطيران والعالم النقل الجوي إلى جانب ذلك نحن نشهد اليوم أيضا المسافرين يعني مستنسين أنهم يقدرون يستخدمون هذه أجهزتهم الإلكترونية شفنا أول طيارة البارحة تاريخ دينا سبعة طيران الاتحاد طيارة EY171 اللي راحت من أبوظبي إلى لوس أنجلس كانت أول رحلة لها الإعفاء طبعا نحن في شركة الاتحاد للطيران نطير إلى 45 رحلة أسبوعية من أبوظبي إلى 6 وجهات في الولايات المتحدة التي تشمل نيويورك طبعا مرتين في اليوم والخمس وجهات اليومية التي تشمل سان فرانسيسكو لوس أنجلس، شيكاغو، واشنطن دي سي ودالس فورد ماذا تعني هذه الخطوة لأبوظبي لمستقبل الشركة؟ وكيف لاحظتم ردود الفعل؟ خصوصا ردود فعل المسافرين على هذا الإلغاء؟ هذه نجاح وإلها سمعة جميلة لأبوظبي دوليا فنحن طبعا حتى اشتغلنا مع وزارة الأمن الأمريكي بشكل جيد ونحن شفنا وعملنا كل المتطلبات الجديدة التي وضعتها وزارة الأمن وإدارة النقل الأمريكي فالتي سي اي والدبارتمنت أو هوملان سيكورتي وحتى إذا شفت البارحة كان في تغريد من الهوملاند سيكورتي كان المتحدث الرسمي باسمهم ديفيد لابين أعرب على أهمية هذه الخبر وإلى جانب ذلك أن شركة الاتحاد للطيران وأبوظبي مثال يحتذى لها في جميع المطارات نعم، طيب اليوم كيف تنظرون إلى حجم أعمال الشركة في الولايات المتحدة مقرنة مع شركات الطيران في دولين أخرى؟ شوفي، لشركة الاتحاد للطيران إذا نحن شفنا عدد المسافرين عنا هذه السنة إذا نتكلم من يناير إلى شهر أبريل من 2017 قدرنا نستقطب فوق 200 ألف مسافر ها مقارنة بالفترة الزمنية في 2016 يكون تزايد 13 ألف بالمئة 13 ألف شكرا لك كنت معنا نائب الرئيس لشؤون الشركة في مجموعة الاتحاد للطيران أمينة طاهر شكرا 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 شكرا